نادين غنيمي معالج النفسية موجودة معنا اليوم نحكي عن الأمهات الجديد والحرمانية اللي بيتعرضوا له قدي المجتمع ممكن يكون يعني عم بيساعد ولا لا عم بيعرقل كمان هالمهم الصعبة يعني أول شي معيدي لألك وبعدين فعلا أنه مش دايما المجتمع قادر يستوعب شو بتمرق في الأم من مسؤوليات يعني ضروري أنها تكون عم موجودة لألا حتى يعني بالقوانين بأماكن العمل مش بس بالعائلة أو بالمجتمع بس يعني السوشلي كمان بكل الميادين الثانية مش دايما في مراعاة لهيدا الوضع بونجور أول شي وكمان بونفت لألك وبما أنه الموضوع فرد نفسه بكرا مساء بعيد الأمهات بدي عيد كمان كل الأمات وإمي كمان وكمان بدي أبعث حب كتير لكل اللي بعرف بهيدا العيد بيدايا لأن احنا بالاكلينيك كمان منسمع عذابات الناس كل يلي خسروا إماتهم وكل يلي خسروا ولادهم وكل يلي عبالهم يكونوا إماتهم وما عم يقدروا لأي سبب فهو نبعثهم حب كتير كبير ها أول شي تاني شي هي الأمومة بحد ذاتها قبل ما نفوض بالمجتمع وبإدي صعبة عليها وهيك هي صعبة على مستوى الشخصي تصير أم لأنه أول شي هي من الإكسبرينسات أو التجارب اللي تعتبر يعني بغيروا حياة الشخص وانس بتفوت فيها منفوت بشي منسمي إيريفيرسبل يعني ما فينا نرجع عنه سو بتعطينا خلص شخصية تانية وبتعطينا مركز أو ستاتيوس تاني اللي هي بتصير أم ما في خيار تاني خلص ما في خيار تاني هنه شغلتين الموت تحول جزري اي الموت بس حدا يموت خلص ما فينا نرجع لورا والأمومة كمان سو هلأدي الشيء أساسي أكتر ويمكن أكتر كلمة معقولة تعبر عن عمق وقوة هيدا العلاقة يعني ما في أقوى منها ولا في شي معقولة يكسرها هي كلمة تقبرني هذا العالم ما بتعرف أنه الأم لما تقول لأولادها تقبرني هي معناتها عم تتمنى أنه هو يكون عبرة تموت قبله لأنه ما بتحمل الأم تشوف ابنها مات أنه هيدا شي ما بتطلع منه سو من هون بتعطينا في قدي هيدا الشيء أساسي بحياة كل أمرأة لما تجيب ولد صعوبتها على قبل ما تقدر تتأقلم فيها اجتماعيا أو بشغلة أو هيك بتتأقلم هي مع حالة ومع جسمها لأنه ما فينا نعرف قدي كمية المشاعر والعواطف والأشياء اللي معقولة حصها اللي بتتحرك بهيدا التجربة مظبوط الولد بيكبر ببطن أمه بتعطي غزا وبتعطي دفا وبتعطي مطرح هيك بس كمان الولد بيكبر بالرغبة اللاواعية طبع الأم يعني هي بتتخيلوا بتتخيلوا وبتعتبر أنه بس يجي رحي رحي حيدفلة شي على حياتها بس مثل كل كمان التجارب يلي ما بنعرف شو هنحس وشو هيصير فينا إلا ما نكون فيها يعني نقدر نتخيل قد ما بدنا إذا إجا ولد بربي هيك وبعمل هيك بس لما يجي الولد كيف بيتغير جسمنا كيف بيقلبه أرموناتنا كيف بيع المود أو كيف بيطلع الولد هو كشخصية بيعزب ما بيعزب مريد مش مريد هو كلهم بدنا نتأقلم عليهم تدريجيا واتباعا هلأ هون يعني بيعترضوا الأباء أنه هني كمان موجودين لولدهم هني كمان بيقولوا تقبرني هني كمان بيقولوا تقبرني مش بس هيك هني كتير مهمين بهيدي المراحل بحياة الأم لا مهمين للأم للأم أكيد أكيد للأم وهلأ أكثر وأكثر أساسي دورهم بهيدي المراحل هلأ لا شك أنه المجتمعات بتتطور كتير وكل ما يتطور المجتمع بيتطوروا الأدوار وبيتغيروا حسب كيف يتغير كمان دور المرأة بالمجتمع يعني المرأة اللي قبل كانت بس تقعد بالبيت وتكون أكثر يعني شغلتها تكون أم أولاد وتربي وتعمل أكل وتهتم بهول الأمور هلأ المرأة صارت العصرية أكثر وتشتغل أكثر بتساعد جوزة أكثر فبدأ مساندة أكثر حتى كل الأحوال في المساندة النفسية عم تشتغل ولا مش عم تشتغل هون كل اللي حكيتي عنهم قبل شوي وكل هالتغيرات اللي بتصير عند المرأة بحاجة اللي حولي يكونوا متفاهمين وبمرتب الأولى هو البيت 100% متفاهمين لأنه كمان مضبوط قديها الأكسبرينس معقول تكون حلوة وقديها معقول تغير بشكل إجابي مش حياتها حيات القبل كمان حيات العيلة كمان لأنه بتكون عم تكبر العيلة كمان هي هي سورس قلق كتير كبير للأم لأنه أواشي مسؤوليتها كتير كبيرة لأنه ما بتعرف إذا عم تعمل صاح أو مش عم صاح أو فيه أشياء كتير جديدة عليها خصوصة إذا أول ولد يعني كيف بيحمموك شو بتعميه كيف في الوقت يعني هو بيكونوا بيسببوا كتير قلق للأم سوأكيد خبرة عائلتها أمها لأنه كمان الخبرة هنا بتلعب دور إدي فيه ناس حواليها بيساعدوها لأنه كمان أول فترة خصوصة تتطلب كتير جهد جسده لأنه الولد ما بينام بعد ما بيترقل لجنومه أكله بيكون كمان كل شوي سوأكيد تتعب جسديا أرموناتها كمان بيكونوا نزلوا سوكمان يمكن نفسيا تكون تعبانة وأكيد بيحاجة لمساعدة ناس حواليها جوزة أكتر واحد لأنه أكتر واحد عاطفيا مفروض يكون كمان أنه حابب الولد وموجود هون بيصير هنه إدي بيقدروا ينسقوا أدوار إدي بيقدروا يقصموا أدوار بعد ما نقلل من أهمية يعني الأب بالنسبة للطفل يعني من مجتمعاتنا شوي هيك فيه أوقات حدود بين البي والولاد وهالشي تغير اليوم على الوقت وصار فيه بالعكس صار كتير عارف أدي دوره أساسي بتربية هالولد بي شخصيته بي نفسيته أنه يكون موجود حد ومش بس يكون عم يحط اللقمة على الطاولة مضبوط بس بس كأول كأول فترة إذا عم نحكي عن البي أول ما يخلق البي منعتبر دوره كتير أساسي بس بمرحلة شوي شوي لاحقة أكتر لأنه كعاطفة وأمان وأكل وهيك الأم بحاجة أكتر لوجود الأم لعطفته وهيك بس البي دوره كتير أساسي بعدين أول شي تيفوط يفصل بنعتبره سيبراتور يعني بيفصل بين الأم والولد لأنه كونه الولد من كأنسكة نحن كبشر الإنسان أكتر مخلوق بيقعد وقت طويل بحاجة لأهله يعني غير إذا بدنا نحكي عن نستوى البيولوجيا لحيوانات جمعتين ثلاثة شهر بيروح بيأكل بس الولد بيضلوا بحاجة لأهله عمر حل كتير طويلة هلأ بيخلق نوع من تعلق إذا هالتعلق كان كتير قوي بين الأم وابنة عمدها طويل بيأزي بيأزي كتير لأنه ما بيسمح لا الام تروح تشوف حياتها ويكون عندها مساحة لأهله ولا الولد يتحرر من هالعلاق سوالبي دوره هون يفوت يفصل بين هؤلتنين ودوره سوشل أكتر بالنهاية البي كمان على السعيد النفس هو اللي بيعطي من الإسم للولد سوالولد معروف ابن حدا سوه دوره البي كتماهم على هيدا هو يخلق هيدا الرابط سوشل هيدا بس الرابط الأساس العاطف كتير الأم يلي بتعطي أول فترة كاننا عم نحكي عن الحرمين على مختلف الأسعاد يعني حياتها تغيرت بكل الميادين الأم إذا كانت عم تشتغل ولا مش عم تشتغل الأربعة وشرين ساعة هنم مختلفين بالنسبة لإله مزبوط بس بس أنه هون هي هي بدأ أول شي بدأ تشوف أي نوع ولد عندها لأنه فيه أولاد بيكونوا بيتطلبوا اهتمام أكتر يعني فيه أولاد بيبقوا كتير بينوجعوا كتير فيه ناس لا بيناموا بأولاد بيكونوا هاناية أكتر بيعطوها وقت أكتر بركة ارتاح أو شيء فيه سايكواناليس لدرس العلاقات بين الأم والطفل والبيبي وينيكوت حكي عن شيء اسمه أنه الأم المنيحة هي منا الكثير منيحة الكثير موجودة ولا اللي غايبة هي اللي بسميها good enough mother good enough mother يعني بلا تكون موجودة بشكل معين وتترك مساحة للولد أنه تقدر يكبر يعني هذا الانفصال مفروض يكون موجود من هون يمكن مزبوط أول فترة الوضع كتير بحاجة لأنه كتير dependent على الأم بس شوي وشوي بده يصير فيه نوع من انفصال معين بين الأم والولد بس هو يقدر يعبر عن شخصيته يقدر يبين شو شخصيته شو الأشياء اللي هو أحسن فيها أو أشتر فيها أنه يكبر بمساحة معين وهون كمان يعني فيه تخطيط لهالشي ولا هالشي بيصير طبيعيا فيه تخطيط أكيد لأنه بدي يكون كمان لما يجي الولد بدي يكون فيه جو مناسب يعني ما فينا نجيب ولد مثلا ما فيه بيت مثلا أو ما فيه وضع ماد كتير سيء أو شيء هلأ هوني كل واحد بيعرف بيدبر أموره يلي مطلوب أكتر شيء هو صراحة يكون فيه حب يعني حب وراغب يكون عندنا أولاد لأنه فيه فرق بين كونسبت المار والماما يعني الأم والماما يعني العاطفة أم كلنا منعف البنة عمري معين 10-11-12 فيها تصير بيولوجيكلي فيها تصير أم يعني فيها تجيب ولد بس نفسيا مشكل النساء محضرين حدرين ليكونوا أمهات عاطفيا أكيد هادا هاد نقطة كتير كتير مهمة هي بس تحس حالة عاطفيا جاهز اللقبل طبعي بأنه في مطرح يجهل بيقدروا يربوه بإديال هادا بإديال حقيقة ما نها لقد إديال مش إنه عمل نقول بس نحنا أكثر شي فينا نوسف هيدا بكل ما كانت جوة من ناسب كل ما بتكون أنه هاد تجربة قادرة هي تتأقلم مع كل شيEd تطلب فيه لأنه كل فترة مع الباب نحن بيتغيّر تطلباته يعني أول شيء إذا ما بنام بعدين بيصير بنام بعدين بيصير عنده كيف يأكل يعني أنه كل فترة مطلب تتأكلم مع شيء معي أنتا كانوا كبروا وصاروا يدروا يتكلوا على حالة بازني كمان تفهمي حالة وحاجاتها ووضعها يلي هي في هي أهم شيء أهم شيء أهم شيء أهم شيء وما تدايق أنه تطلب أو تسأل أو يعني خبرة ناس صغير أو شيء وما أنه شيء هو بيخوف هو شيء كتير طبيعي وكل ما كانت العلاقة أورغانيك منسميها يعني بتخلق بين اتنين بكل لحظة بكل شيء شو مطلوب لأنه هي أوقات كمان تعبانة أوقات ديبريست أوقات مقالة جليدة هذا كمان شيء طبيعي بس هو الحب فعلا يلي قد ما نكون واسئي من هذا الحب يلي عم نعطيه قد ما بيتغير أين داي بحاجة لاستشارة نفسية؟ وقتها تكون تعبانة وقتها تكون تعبانة عفترة مش هيك وقتها تكون عم تحس أشياء مثلا ما نطيق الولد أو ما بدا تهتم فيه لأنه حالات بيصيروا كمان لما يكون عندها ألاء كتير زايد بتظل خايفة على زيادة عن الزوم هو أكتر حالات هلأ هلأ مضبوط الأم أنه شيء بس كمان إحنا يعني في أمات يعني في أمات في يكون عندهم مراد معين في أمات يكون عندهم إنسان مية بالمية يكون عندها يعني مهجة كثيرة تعب طبيعي بس الأشياء النفسية للزيادة يعني ألأ زايد ديبراشن عدم رغبة أنه تهتم بالولد هو اللي كلهم بيصوى تسأل عنهم أو أكليست تعالش فيه يكونوا مرئين يعني فيهم يكونوا شيء مارئ يكونوا شيء مارئ ويكون عم تقدر تمرق بهذه المرحلة بأحسن طريقة ممكنة وفيهم يكون بحاجة أكثر من هذا لأنه قلت لك أنه إحنا نتأقلم مع شيء جديد ما منعرف كيف حيكون إلا ما نقطع فيه فهي ما فيها تعرف قبل بلس أنه هالإشياء لأنه كتير عميئة ولأنه بتقطع بجسمها يعني ما في شيء أقوى من هيك بتحرك إشياء كمان قديمة كتير يعني تحرك علاقتها هي مع أمه بتحرك كيف شو نظرتها للأمومة شو عندها فكرة عن الأمومة عن العائلة عن هيك وكتير إشياء بتتحرك من اللواعي بتبين بالعلاقة فيها لبجرد ما تكون حاسي حالة مش راضي عن هالجوية اللي هي عم تعطي أو عن شعورة تجاه هيدا الولد تاخد استشارة نفسية يعني من البداية فيهم استشيره ساتبت مزبوط مية بالمليا شكرا لأليك نادين غنيمي معاجنة بسي أهلا وسهلا فيك وي نعاد عليك وقفة هلأ ونرجع ونتبقى لايف اشتركوا في القناة